اشتركوا في القناة في خطوة تسبق المرحلة الاخيرة من انهاء وجود قوات بارخان في مالي رئاسة الاركان الفرنسية تسحب قواتها من قاعدة ميناكا العسكرية الولايات المتحدة الامريكية تطمح لرفع استثماراتها في الجزائر الى 12 مليار دولار اسبانيا تفشل في تأليب الاتحاد الاوروبي ضد الجزائر والمانيا وايطاليا تقرران تعزيز الشراكة معها برلمانيون اسبان يؤكدون ان قرار الجزائر سيادي ولا علاقة له بتقاربها مع روسيا تتابعونا في النشر احتدام معركة السيطرة على السيفيرو دونيتسك وواشنطن تدرس مع حلفائها في اوروبا خطة جديدة لخفض دخل الخزينة الروسية من صادرة النفط انا بكم من جديد بداية اعلنت رئاسة الاركان الفرنسية ان قواتها ستغادر قاعدة ميناكا العسكرية شمال شرق مالي في خطوة تسبق المرحلة الاخيرة من انهاء وجود قوة براخان الفرنسية في البلاد قال المتحدث باسم هيئة الاركان الفرنسية جنرال باسكال ياني ان الجنود الفرنسيين سيغادرون مالي نهائيا نهاية الصيف مع تسليم معقلهم الروسي في غاو الى القوات المسلحة المالية هي المرحلة الاخيرة للقطيعة بين مالي وفرنسا باريس تعلن مغادرة قواتها من باماكو بشكل كامل نهاية الصيف بعدما نفذت الاثنين المرحلة ما قبل الاخيرة من انسحاب قوات برخان من مالي والتسليم معقلهم الرئيسي في غاو الى القوات المسلحة المالية رئاسة الاركان الفرنسية قالت ان قواتها غادرت رسميا قاعدة ميناكا العسكرية المتواجدة في المنطقة المعروفة بالمثلة الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينافاسو في شمال شرق البلاد والتي كانت تضم القوات الخاصة الفرنسية والاوروبية تكبه دون وجود خطط لدى فرنسا لنقلها الى النيجر خطوة تأتي عقب تدهور العلاقات بين السلطات الانتقالية في باماكو وباريس بعد تسع سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل بسبب ما سماها الفرنسيون مساعدة مالي في محاربة الارهابيين تدهور انتهى بقطيعة بقرار رسمي اعقب مظاهرات نادت بانهاء الوجود الفرنسي على الاراضي المالية تطورات اعقبتها خطوات من السلطات الانتقالية المالية من اجل تحقيق الانتقال السلسي للسلطة كان اخرها تقليص المرحلة الانتقالية الى عامين استجابة لدعوات اكواس امر سيسهم في تخفيف الضغط الممارس على باماكو بسبب العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضت عليها من جهته قال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب ان بلاده لا تزال مصممة على لعب دورها لاستعادة السلام والامن في جميع انحاء اراضيها مشيرا الى عزم باماكو تنويع شركائها العسكريين والاقتصاديين في اطار الاحترام والربح المتبادل اذا كانت فرنسا هي التي تريد المغادرة فمن المهم القول ان مالي ترغب في العمل مع كل الشركاء صينيون فرنسيون اتراك اوروبيون وامريكيون الا انه نتمنى ان لا تأتي الدول الاجنبية لترينا مع من يمكننا التعامل نحن مؤمنون باننا اذكي بما يكفي لمعرفة مع من يمكننا العمل وماذا ينبغي فعله على الطاولة مرة اخرى اريد القول ان مالي تعتزم تنويع شركائها العسكريين مثل شركائها في التنمية ولكن سنظل منفتحين على الجميع والاهم لدينا هو كيفية ضمان امن مالي امن الماليين والماليات وكيفية التعامل مع الاجابات والعروض المطروحة على الطاولة والتي تمكننا من تنفيذ العمل ولكن بصدق وفي اطار تعاون مربح للجانبين شرك وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة امسي اثلاثاء في الدورة التاسعة عشر لاجتماع رواسي الدبلوماسية الافارقة ونظرائهم من دول الشمال الذي عقد فيه السنك بفنلندا جاء في بيان للوزارة انه تم تركيز خلال هذه الدورة على قضايا السلم والامن في العالم وخاصة في افريقيا مضيفة ان الجزائر ترأست مناصفة مع فنلندا شغال الجلسة الرئيسية لهذا الاجتماع اكد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق ان بلاده وواشنطن تطمحان لترقية علاقتهم الاقتصادية والتجارية الى علاقات استراتيجية متعددة القطاعات في وقت ابدت سفيرة الولايات المتحدة اليزابيت موروبين رغبة بلادها في مضاعفة حجم الاستثمارات الامريكية في الجزائر الى 12 مليار دولار اللقاء الجزائري الامريكي للتجارة والاستثمار يحط رحاله بالجزائر من جديد راسما لمخرجات مثمرة للتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستقطاب استثمارات مشتركة امريكا تعتبر متعامل اقتصادي كبير ولانا علاقة تجارية واقتصادية كبيرة لكن نحن نصبه بتوجيهات سلطات العلية في البلاد من الطرفين الى تطوير هذه العلاقات الى ان تصل الى علاقة استراتيجية في مجالة كثيرة تعاون مشترك يسعى من خلاله الطرف الجزائري الى الاعتماد على التجربة الامريكية في تطوير المؤسسات الناشئة وتوسيع حجم المبادلات التجارية والهدف اطلاق شراكة استراتيجية متعددة الاقطاب اليوم ان شاء الله في لقاء دوري فيما يتعلق بتيفا سنسمح للمتعاملين اقتصاديين جزائريين وايضا لكل الادارات لان الطرف الجزائري مثل وزارة التجارة وكل الوزارات المعنية اليوم يكون لهم يوم كامل لقاء مع نظرائهم مع اصدقائهم زملائهم الامريكيين من عجل الحديث على كيفية تطوير هذه العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية طيبة المميزة مع اخوانا الامريكيين النوايا الجزائرية تزامنت مع ابداء الولايات المتحدة رغبتها في مضاعفة حجم الاستثمارات الامريكية في الجزائر الى 12 مليار دولار رأينا ان هذه المحادثات مهمة خصوصا وانها تتمحور حول التبادل التجاري الامريكي الجزائري والاستثمارات الامريكية في الجزائر نحن اكبر مستثمر في الجزائر وفق تقرير صندوق النقد الدولي بـ 6.1 مليار دولار مستثمر في الجزائر نأمل ان يتضاعف هذا الرقم نحن هنا لتسهيل طريقة الاستثمار الامريكي في الجزائر بالاضافة الى تعزيز العلاقات التجارية في قطاعات عديدة خلصة اليها اللقاء الحكومي الامريكي للتجارة والاستثمار في طبعته السابعة فان تعزيز الشراكات بين البلدين من شأنه المساهمة في تحقيق الحركية الاستثمارية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر على ضوء طرح البلاد قانونا جديدا للاستثمار اكد رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم الثاني اهتمام رجال الاعمال القطريين بقانون الاستثمار الجزائري الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ هذا واعرب اعضاء مجلس الاعمال القطري عن ارتياحهم للاجراءات والتحفيزات التي تضمنها القانون الجديد والتي ستعطي دفعة جديدة لمناخ الاعمال في الجزائر من جهته شدد رئيس مجلس الاعمال الجزائري القطري كمال مولى على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بالامن الغدائي للاستجابة لمتطلبات السوق التي تعرف طلبا متزايدا في جميع احنا شفنا مجالات السياحية والمجالات جسمة واهمها الزراعية لان الزراعية يعني ممكن نستفيد منها خاصة في إنتاج القمح وإنتاج الزيت وإنتاج المواد هذا أكثرها ما اعتمد على رجال الأعمال فرجال الأعمال يعني ممكن نحنا كل فيما يخصه نتعاون مع بعض في هذا الشيء على الأساس يكون عندنا إن شاء الله في مدة بسيطة عندنا على الأقل يا اكتفاء ذاتي يكون عندنا أقل شيء 70-80% من الاكتفاء الذاتي في هذا المال وكذلك موقع الجزائر موقع استراتيجي وكذلك فيها الأشياء الفرصة التي ممكن إعادة تصدير مواد كثيرة من الأشياء وترجع لنا تعلق بالأمن الغدائي وخاصة بتطوير الزراعة فهنا قطاع واسع يستلزم استثمارات لاستجابة لمطلبات التحديث بهدف الإنتاج بكميات كافية للسوق الوطني في وقت أول وللتصدير في وقت لاحق وستسمح ستسمح مضاعف حجم الإنتاج الجزائري فعلا أن تصبح مموين أساسيا للمواد الغذائية قال الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية شكيب رشيد قايد إن الجزائر تربطها علاقات وطيدة مع كندا وتتقاسم معها وجهات نظر مشتركة في العديد من الملفات الإقليمية والدولية هذا وشدد قايد لدى استقباله نائبة وزير الخارجية الكندية المتواجدة في الجزائر لحضور أشغار دورة ثالثة للمشاورات السياسية الثنائية شدد على ضرورة تكثيف جهود البلدين في إطار احترام مواثيق الأمم المتحدة وتشاورت مع الطرف الكندي حول مسائل دولية الراهنة وأخر تطورات التي يشهدها العالم على غرار الأزمة الروسية الأوكرانية وحول القضايا الجهوية في كل من شمال إفريقيا والساحل وكذا أمريكا الشمالية كما أشدت مع رئيسة الوفد الكندي على ضرورة استمرار تنسيق جهود الجزائر وكندا في إطار المنظمات الدولية والنظام المتعدد للأطراف من أجل ترقية وتعزيز السلم والأمن واحترام مثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي تتجه الدبلوماسية الإسبانية نحو توجيه إنذار للمملكة المغربية بسبب عدم التزامها بالاتفاقية المبرمة بين المملكتين وكشفت صحيفة الكونفيدانسيال الإسبانية أن تباط الرباط في تطبيق ما تم الاتفاق عليه قد ينهي التقارب بسحب دعم حكومة بيدرو سانشيز للاحتلال المغربي للصحراء الغربية رغم إغلاق إسبانيا ملف أزمتها الدبلوماسية مع المغرب بالانقلاب في موقفها حيال قضية الصحراء الغربية بعد أكثر من أربعين عاما من الحياد الإسباني مؤشرات تلوح في الأفق لتصعيد يعود من جديد بين مدريد والرباط وفق تقريرا لصحيفة الكونفيدانسيال الإسبانية الصحيفة أكدت أن الدبلوماسية الإسبانية طالبت الرباط بعدم التباطع وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين المملكتين وإلا سيتم سحب دعمها للمغرب في القضية الصحراوية والعودة إلى الحياد من جديد الحكومة الإسبانية خسرت كل شيء في علاقاتها مع الجزائر كما أنها لم تحقق أي شيء مع المغرب وفق الصحيفة التي أضافت أن دبلوماسيين إسبانيين يرون أن السياسة الخارجية لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز حصدت فشلا في المنطقة المغاربية الكونفيدانسيال أشارت أن خروج الدبلوماسية الإسبانية من المستنقع الذي دخلت فيه في المنطقة المغاربية لن يحدث إلا بتوجه مدريد انذارا نهائيا للرباط بوجوب الامتثال للاتفاقية وتقديم بعض التنازلات لإحلال السلام مثل الاعتراف بالمياه الإقليمية في سبتا ومليليا وتفكيك مزرعة الأسماك التي أقامها المغرب قرب إسبانيا مؤكدة أنه في حال لم تقبل الرباط بذلك فستعود الدبلوماسية الإسبانية إلى حيادها التقليدي بعد أن حاولت عبثا إرساء أسس علاقة جديدة مع المغرب كما سيصحب سانشيز رسالة شهر الرابع عشر مارس الماضي التي أعلن من خلالها عن دعمه لدولة الاحتلال لإصلاح الوضع وفق الكنفيدانسيال مع بلد لم تدرك الحكومة الإسبانية حجم الأزمة معه وتداعياتها قالت صحيفة لارازون الإسبانية إن الجزائر صفعت رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وإن الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون بردة فعله القوي على إصرار سانشيز على موقفه من قضية الصحراء الغربية مدرك لضعفه السياسي وعدم قدرته على التعامل مع الأزمة التي أنتجها افتقاده للدراية بشؤون الدولية الجزائر تصفع بيدرو سانشيز الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون يدرك ببصيرته أن سانشيز سياسي صغير وضعيف هكذا كتب الويس ماريا أنسون ملالاكاديمية الملكية الإسبانية في مقال على لارازون وجه الكاتب انتقادات اللاذعة لرئيس الحكومة الإسبانية وطريقة تعامله دبلوماسيا مع الجزائر افتقد فيها سانشيز أسس التفاوض وغابت عنه مبادئ السياسة الدولية التي تحتاج إلى دراية كبيرة وصبر طويل حسبه في أول امتحان حقيقي خارجي له بعد علاج الرئيس الصحراوي إبراهيم غالب إسبانيا ومات له من ابتزاز مغربي للمراهق السياسيا بيدرو سانشيز الذي وقع في الفخ ومال فجأة لرؤية المخزن الاستعمارية في الصحراء الغربية دون مبررات واضحة ودون الأخذ بالاعتبارات التاريخية ولا الاتفاقية الدولية والأممية ليخسر علاقة طبيعية حقيقية مع الجزائر كانت تصف بالاستراتيجية حل لزمة العميقة حسب وصف صحيفة لارزون الإسبانية لن يكون سهل المنال فإصرار الاشتراك سانشيز في قضية الصحراء الغربية يعود وفقها إلى الابتزاز الذي تعرض له بعد فضيحة التجسس على هاتفه ببرنامج بيغاسوس الصهيوني أكاذبه داخليا وخدعه للرأي العام الإسباني لا ينطبق على المستوى الدولي فالجزائر صفعته في أول سقطة إلا هو علمته أسس العلاقات الدبلوماسية وفتحت آذان الاتحاد الأوروبي القلق أصلا من عواقب ما تسبب فيه الصغير سياسيا من أزمة تعبر وفق الصحيفة الإسبانية عن مستوى الابتدائي في أبجديات السياسة الدولية قالت صحيفة الإندبندنت الإسبانية إن رئيس الوزراء الإسباني تلقى صفعة جديدة بعد الدعم الدبلوماسي للجزائر من قبل ألمانيا وإيطاليا تزامنا مع طلب إسبانيا الدعم من الاتحاد الأوروبي في الأزمة بين مدريد والجزائر وسدلت الجريدة الإسبانية بالزيارة الأخيرة التي أجرتها نائبة وزيرة الخارجية الألمانية ووفد رفيع من رجال الأعمال الألمان إلى الجزائر تباعا تتوالى الصفعة على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز عقب انقلابه على الموقف التاريخي لإسبانيا تجاه الصحراء الغربية باعتراف داخلي فبعد فشل تبريراته المزعومة لإغناع الرأي العام الإسباني ها هو سقوط آخر مدون يدق ناشى السياساته حتى في الخارج ففي خضم لعبات استنجاد مدريد ببركسل تسارع روما وبرلين لتوتيق علاقتهما مع الجزائر أمر وصفته صحيفة الاندبندنت الإسبانية في مقال بعنوان ألمانيا وإيطاليا تقدمان دعمهما للجزائر وسط أزمة مع إسبانيا بأنه ضربة جديدة لسانشاز ولوزير خارجيته الذي زار ببركسل على عجل لتلقي الدعم فحصدت الجزائر الثمار وكأن السحر انقلب على الساحر الصحيفة الإسبانية استندت في ذلك للزيارة التي قادت نائبة وزيرة الخارجية الألمانية ووفد رجال أعمال على أعلى مستوى إلى الجزائر وصفة إياها بأنها أقوى انطلاقة للدعم الألماني للديبلوماسية الجزائرية ولعل تصريحات الوزيرة كاتياكول عززت هذا الموقف بقولها إن الجزائر شريك قوي وطرف فاعل في حل النزاعات الإقليمية وإن تكثيف الحوار السياسي معه ضرورة بل وعرضت توثيق وتوسيع العلاقات ومناقشة حد اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي تعتبرها إسبانيا منتهكة وفي الاتجاه ذاتها تعلن روما التي فتحت أحضانها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستقبال تاريخية تعلن الشروع في التحضير للقمة الحكومية مع الجزائر المقرر عقدها الشهر المقبل استكمالا لمصار تعزيز العلاقات لتحل روما محل مدريد كشريك أوروبي جديد في مجال الطاقة تضيف الاندفندنتي في منطق العلاقات هكذا تكون النهايات لمن أسس علاقاته على شفاج جرف هار كالرباط فانهار به في نار الخيبات فشل في تأليب أوروبا ضد الجزائر وتعميق عزلة إسبانيا بسبب خطيئة يبدو أنها تفوق حدود السوء فلا يعقل أن يبيع وزير مصالح بلاده مقابل ابتزاز مغربي يخفي به عوراته وما خفي أعظم نفت أوساط سياسية إسبانية أن يكون قرار الجزائر تعليق مع هادة الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا له علاقة بتقاربها مع روسيا وقال الناشط في حزب الشعب الإسباني ستيبان جونزاليس بونس خلال حوار صحفي إنه من الغباء ربط الخطوة الجزائرية بتقاربها مع موسكو أوقات صعبة للغاية مقبلة على إسبانيا هذا ما قاله البرلمانية الناشط في حزب الشعب استيبعين جونزاليس بونس خلال حوار صحفي أجراه مع قناة إسبانية يخص الوضع الاقتصادي في بلد كان يتكئ على الجزائر اقتصاديا بشكل كبير وأضاف جونزاليس بونس أن حكومة سانشيز تكرر ما حدث خلال حكومة ثاباتيرو إذ أنها أنكرت أزمة اقتصادية مرت بها إسبانيا خلال فترة حكمه ونفس الإنكار تتجه صوبه اليوم حكومة سانشيز وعن سؤال كانت الجزائر اختلقت المشكل مع إسبانيا بسبب تقاربها مع روسيا اعتبره المتحدث العذر الأكثر غباء والذي أكد أنه يسمعه لأول مرة في سياق شرح الخطأ الخطير الذي ارتكبته إسبانيا والذي ستكون له عواقب وخيمة على الإسبان الناشط في حزب الشعب المعارض اتأكد أنه إذا كانت الأزمة مع الجزائر بسبب سياستها المتطابقة مع روسيا فإنها لن تكتفي بقطع العلاقات مع إسبانيا ولكن أيضا مع إيطاليا وهي تتفاوض معها في الوقت الحالي لمنحها حق إيصال الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله الناشط السياسي استغرب أن تكون روسيا تريد حقا من الجزائر الذهاب إلى أزمات مع بقية الدول أوروبا وهي التي تلتزم باستمرار في إمداد باقي دول القارة بالغاز وعلى رأسها الشرك الإيطالي علن الدوان الملكي السعودي رسميا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري يوم الخامس عشر والسادس عشر جوليا القادم زيارة للمملكة وذكر الدوان أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتهدف لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين كما كشف البيان أن جدول الزيارة يتضمن في يومه الثاني حضور بايدن قمة مشتركة مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن ومصر والعراق في موضوع آخر أعلنت مصادر حكومية لوكالة أنباء Associated Press أنه تم تعليق عملية ترحيل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا بعد قرار من المملكة أو من المحكمة الأوروبية أقول هذا تم إبعاد جميع المهاجرين من الطائرة التي كان من المقرر أن تقلهم إلى رواندا قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها تشعر بخيبة أمل لأن الطعن القانوني يعني أن الرحلة المتجهة إلى رواندا لن تغادر البلاد مشيرة إلى أنه سيتم وضع العديد من اللاجئين ثم رفعهم من هذه الرحلة على الرحلة التالية في موضوع آخر أيضا قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الولايات المتحدة أبلغت طهران بأن القرار الأخير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فارغ من المضمون في إشارة إلى أنه مجرد قرار شكلي هذا وأضاف أمير عبداللهيان أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقريرها الأخير جاء بضغط أمريكي غربي الهدف منه الحصول على امتيازات من إيران خلال محادثات فيينا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن الكلفة البشرية لمعركة السيطرة على سيفيرو دونيتسك مروعة وسط هجوم للقوات الروسية في محاولة منها للاستلاء على المدينة الاستراتيجية الواقعة شرقي أوكرانيا من جهة أخرى قالت سلطات دونيتسك إنها تطلب من روسيا إرسال قوات حليفة بعد تصعيد من الجانب الأوكراني أسفر عن قتل وجرح في سوق مزدحمة بالمدينة فيما فدت سائل إعلام روسيا القوات الأوكرانية قصفت منطقة دونيتسك بأكثر من مائة صاروخ من راجمات سواريخ جراد وأورغان تدرس واشنطن مع حلفائها في أوروبا خطة جديدة لخفض دخل الخزينة الروسية من صادرات الخامات البترولية بدلا عن الحضر الذي بات مكلفا للجانبين أفادت نشرة أول برايس الأمريكيان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراقي ناقش مع رئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من الخيارات لخفض دخل روسيا من النفط نهاية الموعد الإخباري في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر